اشتركوا في القناة 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 بخطوة. وسميتها خطوة واحد. من بعد غضيت وشيعتين لول الأصفر. زيت دار بخطوة. اذا كنت دار خطوة الان الثمين. هاي نبدو نحسبه. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. وش راكم تلاحظوا? تلاحظوا باللي الدوار يمشي معها عقارب الساعة. وتخضية الوشياء عكس عقارب الساعة. حد الان مزلنا ما كملناش ثمين درجة. وحد الان دوروش دار دار ست خطوة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. داش. ثناش. ثلتاش. اربعتاش. خمستاش. ستاش. سبعتاش. ثمونتاش. تسعة عشر. عشرون. واحد وشرون. اثنين وعشرون. ثلاثة وعشرون. واربعة وعشرون. اذا محرك خطوة خطوة ذو مقاومة مغناطيسية متغيرة. دواروه اجتازة اربعة وعشرون خطوة. كان واحد يجيس اني استاذ. انا كيشوف كذا. نقدر نحسب خطوة. بالصح كيف نقدر نحسبها نظريا. ولا كيف نقدر نحسبها حسابيا. الطريقة بسيطة جدا. واسهل من محرك خطوة خطوة ذو مغناطيس الدائم. ركزوا معي مليح. طريقة بسيطة جدا. اذا عدد الخطوات الذي يجتازها محرك خطوة بخطوة خلال دورة خلال الثمية ستين درجة. ماذا تساوي؟ تساوي اربعة وعشرون خطوة هذه كشفناها بعينينا. كيف نحسبها؟ طريقة بسيطة. اذا ماذا تساوي؟ تساوي ام. ام وشي يجمع هي عدد الأطوار الوشائه. كي نقول لك عدد الأطوار الوشائه. ما تقول ليش كينا استاذ ثم وشائه؟ لا لا. كل سنين متقابلين. وش فيهم؟ فيهم ملفوفة فيهم وشعة واحدة. كي ما هنا كينا وشعة واحدة. زرقة زوج. الخضرة ثلاثة والصفرة اربعة. اذا ام هنا وشي يساوي؟ اربعة. في ماذا؟ في ان ار. ان ار وش هي هي العدد الاسنان الموجودة في الدوار. كي ما هنا كده كينا سنة واحدة زوج ثلاثة اربعة خمسة ستة. اذا اما هي هي عدد الأطوار الساكن. اما ان ار هي عدد الاسنان الدوار. لو كان عدد دورات عدد الخطوات وش يساوي؟ نبدأ نحسب هذه الوشعة الولى. هذه وشعة ثانية. هذه وشعة ثالثة. وهذه وشعة اربعة. اذا ماذا يساوي ام? يساوي اربعة في عدد الاسنان الدوار. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. اذا في ستة. اذا عدد الخطوات خلال الدورة هو اربعة وشون خطوات. اذا عدد الخطوة هو 24. جماعة زينا اذا توجد طريقة ثانية لحساب عدد خطوة خلال دورة واحدة. فما هي? اذا هناك قانون ثاني ما هو? هو ان اس. ان اس ما هي? ان اس هو عدد الاسنان للساكن. كما هناك ده كان اسنان في الساكن واحد اثنين ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الكل في عدد الاسنان ندوه اللي هو ستة على عدد الاسنان الساكن. مناقص عدد اسنان يجمع ان اس. فن ان اس هو عدد اسنان الساكن والان آر هي عدد اسنانت دو آر وهن راح نجربه ونطبقوا هذا القانون. اذا ان اس يسوي ان اس? نحسب 1245678. ثمانية 1 2 3 4 5 6 7 ثمانية إذا نسوي ثمانية في عدد أسنان دور 1 2 3 4 5 6 في 6 على ثمانية عدد أسنان ساكن ناقص عدد أسنان دور وتسوي 48 على اثنان بالتعويض نجد أن N-P-T تسوي 24 خطوة إذا ماذا نقول نقول أن محارك خطوة بخطوة دواره ذو مقاومة مغناطسية متغيرة يجتاز والله يخطو 24 خطوة خلال دورة 68 درج هذه هي طريقة حساب عدد الخطوات لمحارك خطوة بخطوة طريقة بسيطة جدا كما قلتكم أسهل من أكل بسبوسة هنا في المحارك خطوة خطوة ذو مقاومة مغناطسية متغيرة أسهل من أكل وشي حاجة أسهل من بسبوسة وشي هي وشي هي وشي هي نوتيلا حاجة بينا نوتيلا هيا أجمعها نكمل وشي بقاننا في محارك خطوة بخطوة هناك أسئلة قد تجيكم في محارك خطوة بخطوة ذو مقاومة مغناطسية متغيرة قد تجيكم سؤال يقول لك أحسب خطوة الزاوية هذه الخطوة جدا الزاوية اللي تخطوه إذن في هذه الحالة وشي هنزولها ألفا ألفا وشتساوي على باكم بلد دورة كاملة فيها 2 بي ولا 365 درجة إذا نشتوا سوي 360 درجة على عدد خطوة تعمل محارك خطوة بخطوة كما هذا وشي القناعة القناعة 24 خطوة إذن على عدد الخطوات ولا هذي وشي معانتها نحسبوها بالدرجة نحسبوها بالدرجة وإذا حابنا نحسبوها برادية تسوي 2 بي على عدد خطوة محارك خطوة بخطوة هذه بنسبة لخطوة الزاوية مقدار الثاني ثالث قادرش يقولك أحسب سرعة المحارك وعلى باكم المحارك يشكون يغذيه يغذيه إشارة ساعة دي ما يتعلقها بالفريقونس ولا بالدورة تي إذن سرعة محارك خطوة بخطوة وش تساوي تساوي تواثر إشارة الساعة اللي تغذي محارك خطوة بخطوة على ماذا على عدد الخطوات ولا تساوي لو كان نعوضو F بالدورة تي على باكم باللي F يساوي واحدة لا تي كنعوضوها بواحدة لا تي وش يصبح القانون يصبح القانون أن وش يساوي يساوي واحد على دور تي في عدد الخطوة هذه سرعة محارك خطوة بخطوة والوحدة التاحة تخرج براديا خلال ثانية يوجد مقدار رابع كذلك وش هو هو العزم المفيد لو كان يقولك أحسب العزم المفيد لهذا المحارك العزم المفيد يرمزوله سي يو سي يوش يساوي يجمع والله يرمزوله كذلك تي إذا نوش يساوي يساوي الإسطاع المفيد المعطاعة من طرف السين اللي صانع لهذا المحارك على ثنين بي في سرعة المحارك اللي حسبنا هذا وين هذه هما المقادر اللي قادرها تجيكم في محارك خطوة بخطوة جماعة زينا بهنزيد ونفهموا مليح وبهنطبقوا وشقرين أعطيتكم تمارين بسيط في ثث أسئلة سؤال أول طلب منكم اسم الطوابق وما دوروها وما هو النوع المحارك طابق هل هو محارك خطوة وخطوة دواره ذو مغناطيس دائم ولا دواره ذو مقاومة مغناطيسية متغيرة سؤال ثم أحسب عدد الخطوة لهذا المحارك مع حساب خطوة ساوية وسؤال آخر أحسب سرعة المحارك والعزم المفيد علما أن الاستطاعة المفيدة لهذا المحارك 500 واط والتواطر إشارة الساعة الذي يعطيه الميكرو مراقب بيك اللي هو يساوي 20 هرتز جماعة زينا وقفوا الفيديو وحاولوا في التمرين وبإذن الله ما تجلوا حتى إشكالية هيا جماعة نحلوا التمرين هذا إذن ما اسم الطوابق وما هو دورها نبدأ أول طابق الأول أجماعة كما كم تلاحظوا هو عبارة عن دارة التحكم وهذه الدارة التحكم باش خدمناها خدمناها بالبيك بالميكرو مراقب بيك 16F84 آه إذن هذا الميكرو مراقب باش وظيفته وظيفته تحكم في تغذية تتابع الوشعة كما هنا قدع عندنا وشعة عندنا ثثة وشعة قبل ما نروح للطابق الثاني إذن هذه وش هي هذه إكستي وش هي هي توليد النبضات للميكرو مراقب بيك 16F84 آه عن طريق كوارتز وهذا النوع تاحها النوع المدى المتوسط هذا بنسبة طابق الأول ثاني حاجة بنسبة طابق الثاني وهو طابق تضخيم الاستطاعة وعلى بالكم أجمع قلتكم من قدوش نربط وشعة مباشرة في الار ازيرو لو كان نربطهم وش حيسرة احتطلو في الدارة مندمجة على هذا وش لازم ديرو طابق التضخيم منها يعزلو الوشائع على المداخل تعمي كرو مراقب ومنها يضخمو التيار ولا يضخمو الاستطاعة بسكو عليه لأنه بيك 16F84 آه تيار ليمدو تيار صغير غير كافي لتغذية الوشائع وتحريضها إذن طابق الثاني ماذا يسمى طابق تضخيم تضخيم الاستطاعة أو تضخيم التيار باستخدام واش باستخدام مقاحل موصفات قناة آد أما طابق الأخير وهو طابق الاستطاعة في طابق الاستطاعة هذا ما يذا يوجد يوجد محرك خطوة بخطوة دواره ذو مقاومة مغناطيسية متغير عايش مع النكتبو إذن F1 ما هو طابق التحكم باستخدام ميكرو مراقب بيك 16F84A واشوظيفة تحكم في تغذية الوشائع بتتابع أما F2 طابق التضخيم بمقاحل وشهما مقاحل موصفات واشوظيفته تضخيم التيار صحيح ولا تبقى تقول تضخيم الاستطاعة للوشائع وأحسن حاجة وشه تضخيم الاستطاعة روح الـ F3 وهو طابق الاستطاعة واشوه عبارة عن واش عبارة عن محرك خطوة بخطوة دواره ذو مقاومة مغناطيسية متغيرة واشوظيفة هذا المحرك وظيفته الدوار بزاوية دقيقة والله هذيك الزاوية شنسميوها سميوها خطوة هذا بنسبة السؤال رقم واحد روحوا لسؤال رقم اثنين طلب مننا حساب عدد الخطوات لهذا المحرك مع حساب خطوات الزاوية طريقة بسيطة عندكم طريقتين إما الطريقة الأولى عدد الأطوار الساكن في عدد أسنان دوار والطريقة الثانية كما أعطيتها لكم واش تساوي؟ تساوي عدد الأسنان الساكن في عدد الأسنان دوار على عدد أسنان الساكن ناقص عدد أسنان الدوار وتم خيروا لي تعجبكم إذن هاي نحسبه أنا نحسبها كم الطريقة الثانية إذن عدد خطوات المحرك خطوة بخطوة ماذا يساوي؟ يساوي نس اللي هي عدد أسنان الساكن نحسبه واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن في نر في عدد أسنان الدوار عندي أربعة على ماذا؟ على نس ناقص نر إذن عدد خطوات محرك خطوة بخطوة ماذا تساوي؟ تساوي نس نحسبه مع بعض واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن وعدد أسنان ندور ماذا تساوي بلون الأصفر واحد ثلاثة أربعة إذن القانون ماذا يصبح؟ يصبح ستة ناقص في أربعة على ستة ناقص أربعة كي نعودوش نلقو ربعة وشرين على ثنين وكي نحسبوها نلقوها تساوي إثنى عشر خطوة إذن دور هذا يخطو إثنى عشر خطوة بها يكمل دورها ونحسبوها بطريقة ثانية جماعة بسيطة جدا واش تساوي؟ تساوي عدد الأطوار الساكن معانتها كل سنين متقابلين يعتبر طور إذن طور وهذه ثنين وهذه ثلاثة معانتها ثلاث أطوار في أربعة وتساوي إثنى عشر كما طريقة الأولى هذا بنسبة لسؤال رقم ثنين رحوا السؤال لبعض جماعة طلب مننا حساب خطوة الزاوية إذن خطوة الزاوية ألفا ماذا تساوي؟ تساوي ثلاثمين وستين درجة على عدد الخطوات وتساوي ثلاثمين بي على عدد الخطوات إذا حبيت خرجها برديان إذن ألفا ماذا تساوي ثلاثمين وستين على ثناش وكي نحسبوها نلقوها ثلاثين درجة إذن كل خطوة تقابلها ثلاثين درجة رحوا لسؤال رقم ثلاثة طلب مننا حساب سرعة المحرك والعزم المفيد إذن سرعة المحرك كما شفناها قبل آن وش تساوي؟ تساوي تواثر إشاة الساعة اللي يغضي هذا محرك خطوة بخطوة على عدد خطوات المحرك إذن إذا أفع طهنا عشرين هيرتز تساوي عشرين على آن إلقائناها ثلاثين جماعة هنالفريقون ستاهرنا عشرين لو كان مثلا أعطانا آن وخمسمائة وخمسة وخمسين والله أعطانا مثلا توليد إشاة سعب استخدام أو أس وش تدير في هذه الحالة فهذه الحالة تحسب دورتي كيتكمل حسب دورتي ديله مقلب وتخرج التواتم والله كيتحسب دورتي مباشرة نعوض آن وش يساوي واحد على دورتي في آن بي سورتي إذن آن ماذا يساوي يساوي واحد فاصل ستوستين راديان خلال ثاني هذه سرعة الزاوية للمحرك وآخر سؤال طلب مننا حساب العزم المفيد كما شفنا قبل سيو ماذا يساوي العزم المفيد يساوي الاستطاع المفيدة المرطعة من طرف صانع على ثنين بي في سرعة الزاوية لهذا المحرك كنحسبوها وش نلقوها بي يعطى هانا خمسمية تقسيم الثنين في ثلاثة فاصل اربعتاش في واحد فاصل ستوستين إذن سيو يساوي القيمة اللي تلقوها جماعة اكتبوها لي في صندوق التعليقات وهنا جماعة زينا وصلنا لنهاية الفيديو لمحرك خطوة بخطوة دواره ذو مقاومة مغناطسية متغيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة